ترجمة نانسي قنقر والتي تستهدف قرابة أربعة ملايين سوري يعيشون تحت الحماية المؤقتة في 81 ولاية تركية الخطة تقضي بمنع تكوين السوريين أحياء خاصة بهم داخل المدن التركية كما لا يسمح بتجاوز نسبة الأجانب المقيمين في الأحياء التركية 25% من النسبة الإجمالية للسكان وعليه سيتم إغلاق 16 ولاية أمام تسجيل الأجانب فيها وهي أنقرة أنطاليا أيضن بورصا شنقالي دوزجا أدرانا هاتاي إسطنبول إزمير قرق لارلي كوجلي مولا سكاريا تيكرداغ ويولوفا وما مجموعه 800 حي يمنع تسجيل الأجانب فيها تنتشر في عموم الولايات التركية وقد تم إغلاق حيي السنيورت والفاتح أمام تسجيل الأجانب من جميع المستويات وأخيرا سيتم إعادة توطين بعض السوريين في المناطق المقتضة ونقلهم إلى ولايات أو مقاطعة مختلفة بشكل طوعي قرار يشمل السوريين من أصحاب الحماية المؤقتة ويريدون تثبيت عنوان سكان جديد لكنه لن يؤثر على المقيمين سابقا ولديهم عنوينه في تلك الولايات ولا يريدون تغييرها وفي هذا الخصوص يرى مختصون بالشان التركي أن قرب الانتخابات في تركيا هو من أحد أسباب صدور هذا القرار الدولة قادمة على انتخابات ممكن حتى تكون انتخابات مبكرة فلذلك ما بدا تخلي أي نقطة ضعف عندها ليتم الضغط عليها من جهات معارضة أو أحيانا جهات مؤيدة تقول الصحيفة التركية أيضا أن القرار جاء بتزامن مع تصريحات لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيلشتار أوغلو تحدث من خلالها عن بدء تكوين السوريين أحياء خاصة بهم داخل المدن التركية مجددا دعوته لعودة السوريين إلى بلادهم لطالما استغلت المعارضة التركية ورقة السوريين وحاولت إثارة استياء البعض من استقبال الحزب الحاكم لهم ويبدو أن السوريين في تركيا سيعيشون ضغوطا إضافية ريثما تمر انتخاباته 2023 ترجمة نانسي قنقر